اهلا بكم مجددا في المستهل صادق امس اعضاء مجلسها الامة بالاجماع على نصي قانون المالية لسنة الفين وخمسين وعشرين المصادقة تمت خلال جلسة علنية ترأسها صالح جوجيل رئيس المجلس بحضور وزيدي المالية العزيزة فايد واضاء من الحكومة وعقب المصادقة على نصي القانون اكد رئيس مجلسها الامة صالح جوجيل ان القانون يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة ويضع تدابير التي تضمن النهوض الاقتصادي في ظل تقلبات السوق الدولية وذلك ضمن التزامات سيد رئيسي الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الاخيرة وحقيقة القراءة على القانون نلمس فيه كل التزامات الرئيس الجمهورية السابقة والمستقبلية وهذه الانطلاقة للمرحلة الثانية ليعطى للجزائر المكانة لا من ناحية سياسية ولا من ناحية الاقتصادية أن تكون رائدة هذا المرحلة التي رأنا فيها مرحلة عندها كل معنى لما نقرأ قانون المالية حاليا وكل الإجراءات التي تتخذ والدولة الاجتماعية المحققة من خلال هذا واشدفهم هذا هو الشعار أنتع أول نظام من الشعب وإلى الشعب يعني نراه من خلال الممارسة أنتعنا اليومية ومن خلال كل ما يصدر من قرارات في كل ميادين اقتصادية اجتماعية ثقافية هذا تخلينا عليكم بحال فاخورين وعملا بأحكام الدستور لسيما المادة 292 و193 منه مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة أمس على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل باختار المحكمة الدستورية بخصوص تعرض التعديلات التي طالت بعد مواد القانون مع نص المادة 247 من الدستورة كما قام الوزير الأول ندير العربوي باختار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية بمجب الحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجرها رئيسها الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد بمقر ولاية معسكر على مراسم تنصيب فؤاد عيسي واليا للولاية وبالمناسبة أكد إبراهيم الراد ضرورة العمل بتشاور مع مختلف الفاعلين خدمة للنسق التنموي والتجندي لتحقيق الأهداف المسطرة بخصوص التكفل بانشغالة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية كما أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد بعين تموشنت على مراسم تنصيب مبروك والدعب دنبي واليا للولاية وذلك بحضور عيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين وبالمناسبة أكد مراد أن الولاية تزخر بمقاومات سياحية يتعين تثمينها واستغلالها بشكل أمثل دوليا وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في سوق مشروع بيت لاهية باستهدف منزل مكون من خمسة طوابق أسفرت عن استشهاد أزيد من خمسين شهيدا هذا فيما أحصت مصادر طبية سابقا ارتقاء 52 شهيدا في هجمات صهيونية على منازل المدنيين وخيمهم في أنحاء متفرقة معظمهم في وسط وشمالي القطاع ففي مخيم البريج بالمحافظة الوسطى ارتقى 11 شهيدا خلال قصف جوي على منازل المواطنين كان آخرهم شهيدة سقطت فجر اليوم بينما استشهد أربعة أخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مدرسة غرب مخيم النصيرات وفي شمال ارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء وعدد من المصابين في قصف طال مدرسة بمخيم الشهداء وجنوبا ارتفع عدد شهداء إلى أربعة إثر قصف جوي استهدف منطقة جيزان جنوب غربي خانيونس فيما ارتقى ثلاثة مدنيين في قصف استهدفهم بحي الجنين في رفح رياضة ولحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيتها المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم يواجه اليوم المنتخب الوطني نظره الليبيري على أرضية ملعب حسين أيدحمد بيتيزيوزو ابتداء من الساعة الخامسة مساء فحض موفق للمنتخبي الوطني بهذا نأتي إلى ختم هذا العرض الإخباري